بعد أشهر من الجمود من جديد يعود الملف السوري إلى طاولة اللقاءات الدولية لسيما بعد تهرب النظام وحليفه الروسي من حضور الجولة التاسعة للجنة الدستورية وتعطل أعمالها في تموز الماضي بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية هيئة التفاوض السورية تلتقي يومي 30 و 31 من الشهر الحالي مع ممثلي 15 دولتين في مدينة جنيف لمناقشة الأوضاع في سوريا وإمكانية تحريك المياه الراكدة في الملف السياسي السوري خاصة بعد تعليق مسار اللجنة الدستورية مؤقتا بحسب صحيفة عكاد الصحيفة أشارت إلى أن الاجتماع سيحضره كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والجامعة العربية وتركيا إلى جانب دول عربية كالسعودية والإردن وقطر والعراق وغيرها فيما لم يصدر أي تعليق أو توضيح من قبل هيئة التفاوض حتى ساعة إعداد التقرير سلسلة من اللقاءات التمهيدية سبقت اجتماع جنيف جمعت رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس مع مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية ولعله مؤشرا إلى عودة دور هيئة التفاوض إلى الواجهة الدولية تقول صحيفة عكاذ وتضيف أن جاموس سيدعو إلى عدم التطبيع مع الأسد والضغط لتفعيل السلال الأربعة للقرار الأممي 2254 وعلى رأسها ملف الانتقال السياسي العادل أهمية هذا الاجتماع تأتي من إنعقاده على مستوى دولي يجمع أبرز الفاعلين المعنيين بالملف السوري وكونه يسبق اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة المقرر إنعقادها في شهر أيلول القادم وفقا لعكاض لقاءات دولية تزامنت مع تصريحات المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون توضح سبب تعليق الجولة التاسعة للجنة الدستورية قائلا إن التحدي الرئيسي الذي يواجه اللجنة ليس المكان ولكن عدم إحراز تقدم في الجوهر ثماني جولات للجنة الدستورية لم تفضي إلى نتائج ملموسة وهو ما يضع إشارات استفهام حول قدرة الاجتماع المرتقب على إحراز تقدم من شأنه دفع مسار الحل السياسي في سوريا الذي بات متمركزا حول اللجنة الدستورية بعدما كان يركز على فكرة الانتقال السياسي من خلال هيئة الحكم الانتقالية ترجمة نانسي قنقر